اشتركوا في القناة وعلى آلك المظلومين لعلى الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك وعلى زوجك يا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوزا فوزا عظيمة أدريك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور عذبا دماؤكم لشارب علها وصفت فلا رنق ولا تكديروه ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أفهكذا تغضي وأنت غيوروه إن تحتقير قدر العدى فلربما قد قارف الذنب الجليل حقيروا أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبيرو خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجورو خصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا يا أيا أن النبوة سحرها مأثو يا أهره والبضعة الزهرى يا أمك قد قضت يا قرح الفؤاد وظلعها مكسو يا أمك قد 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 القدر وأبغى على الحسن الزكي بأن يراه يا مثوى حيث محمد المقبول يا أروا واسأى يوم الطف سيفك فإن لو قد كلم الأعداء فهو خبير نعم يا صاحب الأمر كل هذه المصائب أنت يا الثائر لها وأنت المطالب بها كل هذا يا ومصاب الحسين أعظم الرزايا يا وإذا بذلك السيد عندما وصل إلى كربلا وكان الخطيب ينادي ما غسلوه ولا لفوه في كفن قال مه أيها الخطيب إن جدي الحسين غسل وكفن نظر ذلك الخطيب وإذا به السيد الشريف الرضي قال السيدنا نحن معاشر الخطب ما وجدنا في الروايات إن جدك الحسين غسل وكفن قال بلى بلى غسل وكفن ولكن على هذه الهيئة غسلوه بدم الطعن وماء إن كفنوه غير بوغا إذا رأى لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن يمنقلب ينقلبون والعاقبة أولي المتقين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وانألفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد أدعو الأخوان أن يملأوا الكراسي حتى يكونوا في أمامي مباشرة تفضلوا اللي اللي جالس على الكراسي لو تتفضلون قدام عنوان الابتلاء هذا العنوان لا يمكننا أن نحصره في محاضرة واحدة بل في محاضرتين لأن الدنيا جبلت على الابتلاء كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دار بالبلاء محفوفة محفوفة يعني مملوئة كل الدنيا منذ أول يوم يخرج الإنسان فيها وإلى آخر يوم يرحل الإنسان عنها هذه الدنيا هذه الفترة فترة مملوئة بالابتلاءات وهذه الابتلاءات أولا في الكم كثيرة وثانيا في الكيف أيضا متغيرة يعني ليس هناك ابتلاء واحد نوع واحد من الابتلاء هناك عدة أنواع من الابتلاءات وعدة ابتلاءات من نفس النوع قد يكون الإنسان يبتلى في كل يوم بابتلاء واحد وقد يبتلى هذا الإنسان في كل يوم بابتلاءات مختلفة هذه مقدمة مختصرة وندخل إلى صلب الموضوع لأنه يجب علينا أن نختم بسيرة السيدة خديجة بنت خويلة صلوات الله وسلامه عليها أم المؤمنين التي تصادف هذه الليلة ليلة وفاتها وانتقالها إلى بارئها الابتلاءات تنقسم إلى نوعين النوع الأول النوع الذي من خلاله الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجة الإنسان والنوع الثاني من الابتلاءات الذي الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يعود إلى الصلاة المستقيم شفتوا الفرق هذا التليفون سأدوه نوعين من الابتلاء ابتلاء الله سبحانه وتعالى هذا يريد من خلاله أن يرفع درجة الإنسان وابتلاء يريد من الإنسان أن يرجع فيه إلى الخط السليم الخط المستقيم الصلاة المستقيم ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتنبه إلى هذه الأنواع من الابتلاءات طيب هناك ابتلاءات أخرى مختلفة تماما وسوف نأتي عليها أيضا ولكن الابتلاء ينقسم في معظمه إلى هذين النوعين الله سبحانه وتعالى يتابع مسيرة الإنسان هذا الإنسان ماذا يفعل؟ الله يتابعه والله سبحانه وتعالى يعلم بأن الإنسان دائما ما يميل هذا الميلان هو من سنخ الطين التي خلق منها الإنسان لا يمكن للإنسان أن يمشي على الصراط المستقيم دائما ما يميل هذا الإنسان ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بوجوب يعني واجب على الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة عشر مرات على الأقل بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الله أوجب على الإنسان شف أولا الله هو الذي نزل السورة سورة الفاتحة وهو الذي صاغ هذه الكلمات وهذا دليل على أنه لو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه السورة وهو الذي صاغ هذه العبارة وأمر المؤمنة بأن يقرأها في الصلاة وهي أكثر شيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا معناه أنه إذ الإنسان التزم بهذا الله سبحانه وتعالى سوف يهديه إلى الصراط المستقيم يعني لا يمكن للحكيم بأن يأمر شخصا بفعل ثم يأتي هذا الحكيم فيرفض من ذلك الإنسان الفعل الذي هو الذي أمره بهذا الفعل فبالتالي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يستجيب طيب إذ استجاب الله المرة الأولى يعني أنا قمت من الصلاة وقلت اهدنا الصراط المستقيم والله سبحانه وتعالى حداني إلى الصراط المستقيم لماذا يجب علي أن أقرأ اهدنا الصراط المستقيم مرة أخرى لماذا يقولون لأن الوصول هو نوع من أنواع الهداية ولكن الثبات والاستمرار هو نوع ثاني من أنواع الهداية والوصول قد يكون سهل يقولون الوصول إلى القمة سهل ولكن البقاء على القمة صعب أنت ممكن أن تحقق ثروة في المرة الأولى ولكن أن تحافظ على هذه الثروة هذا أيضا يحتاج إلى ماذا إلى عمل دؤوب مستمر ولذلك دائما يجب على الإنسان أن يقول اهدنا الصراط المستقيم لأن هناك كثير من الأعداء يحاول أن يميل بالإنسان من الصراط المستقيم إلى الصراطات أو السبل الأخرى الله سبحانه وتعالى يتابع الإنسان يعلم بأن هذا الإنسان يميل فأول شيء فرض عليه هو أن يخاطب الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هل الله سبحانه وتعالى عندما أمر هذا الإنسان بأن يدعوه هل هذا الدعاء له أثر أو ليس له أثر علماؤنا يقولون هناك آية قرآنية هذه الآية القرآنية تعطي الإنسان الأمل في أن الدعاء لا بد منه في كل شيء في كل شيء حتى أن بعض العلماء قالوا إنه حتى عندما تشرب الماء وأنت تعلم بأن هذا الماء سوف يرويك يجب أن يكون هذا مقارنا للدعاء يعني يكون في قلبك دعاء اللهم ارويني بهذا الماء لأنه الله سبحانه وتعالى قد يغير من خصائص هذا الماء فلا يرويك الماء مثل ذلك الإنسان الذي دعا عليه الإمام الحسين يوم عاشورة الذي قال للإمام الحسين يا حسين أو تنظر كيف أن النهر يجري كبطون الحيات والله لا نذيقك منه قطرة حتى تذوق الحميم فالإمام الحسين نادى من هذا قيل هذا فلان قال اللهم أمته عطشا اللهم أمته عطشا اللهم أمته عطشا الرواية تقول موجودة هذه الرواية في كتاب معالي الصدقين يقول فكلما كان يسقى الماء كان يقول العطش العطش حتى انفجر بطنه ومات يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينزع من هذا الماء حالة الإرواء الله يستطيع سبحانه وتعالى مزيلا فإذا يجب أن يكون عند الإنسان نوع من أنواع الدعاء حتى في هذا الأمر ما هي هذه الآية قال قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم يعني لو لا الدعاء الله ما يهتم فيك اهتمام الله سبحانه وتعالى بالإنسان هو عن طريق الدعاء فإذن يجب أن يهدي يجب على الإنسان أن يدعو بالهداية من الله سبحانه وتعالى هاي الشيء الأول الشيء الثاني الله سبحانه وتعالى من خلال متابعته للإنسان جعل هناك عدة أمور هذه الأمور تستطيع أن تجلب الإنسان إلى الطريق الصحيح ما هي هذه الأمور قالوا الضمير وقالوا النفس اللوامة وقالوا النفس المطمئنة وقالوا العقل وقالوا القلب وقالوا الفؤاد وقالوا الوحي وقالوا العلم وقالوا المعرفة كل هذه أسلحة الله سبحانه وتعالى سلح بها الإنسان حتى يرجع إلى الصلاة المستقيم لكن هذا الإنسان إذا مع كل هذا لم يرجع إلى الصلاة المستقيم يبتليه هناك رواية ماذا تقول هذه الرواية رواية بالفعل تدلنا على هذه القضية قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال المرض صوت الله في أرضه يؤدب به عياله المرض صوت الله في شايفين الأستاذ يكون عنده صوت أو يكون عنده خيزرانة كيف يؤدب الأطفال والطلبة الله إذا أراد أن يؤدب الإنسان أعطاه المرض كلما جاء الإنسان المرض كلما هذا الإنسان أحس بضعفه وبالتالي هذا الإنسان مباشرة يرتد إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن مسلما أعطيكم هذا المثال أكو واحد من الهندوس ما هو مني هذا الهندوسي بعد أن درس طبعا في أوروبا وكذا ترك قضية الديانة وما كان يعتقد تماما بالإله يقول الشخص الذي يروي يقول حتى إذا صار عنده مرض وسافر إلى الهند حتى يتعالج من هذا المرض يقول بعد ذلك رأينا في أماكنه الخاصة سيارته ما أدري مكتبه ما أدري كذا رأينا هناك تمثال للإله الذي يعبده فعندما سألناه عن هذا التمثال يقول ضحك وقال نعم نعم الإله موجود موجود ولكن نحن الذين لا نريد أن نعترف بأن الإله موجود ما تعترف عندما أصابه المرض الإنسان المؤمن هكذا أول ما شوي يكون عنده مرض مباشرة يقوم يقول يا الله ينام يقول يا الله هذا الله سبحانه وتعالى الذي كنت قد نسيته يقول نعم نسيته ولكن هذا المرض رجعني مرة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى مرة ومرتين وثلاثة وأربع الإنسان يرجع كم مرة الإنسان يمرض في أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله رواية عن أمير المؤمنين يقول كان صلى الله عليه وآله ممراضة ممراضة كم مرة يمرض آلاف المرات آلاف المرات يمرض رسول الله صلى الله عليه وآله ممراضا يعني كثير المرض وهذا من المميزات أو هذه من المميزات التي يتميز بها المؤمن المؤمن دائما مبتلى دائما مبتلى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل المؤمن لا يسمح للمؤمن أن يخرج عن الجادة كلما أراد أن يخرج كلما أرجعه فإذن الابتلاء يكون بالكم وقد يكون الابتلاء بالكيف في قضية الابتلاء بالكيف هناك بحث لأحد المراجع يقول في هذا البحث إن الله سبحانه وتعالى لا يبتل الإنسان وكل إنسان بما يتوقع أن يكون الابتلاء فيه يبتليه بما لا يتوقع أن يكون الابتلاء فيه وهذا الابتلاء لا يكون لأن يرجع الإنسان إلى الصراط المستقيم لا هذا يكون حتى يعلم ذلك الإنسان أنه مقصر الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم من الإنسان إلى أي درجة قد وصل هذا الإنسان في حياته وفي طاعته لله سبحانه وتعالى وقبل أن نتم هذه النقطة هناك إشكال يرد على هذه القضية الإشكال يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بأنني لن أنجح في هذا الابتلاء فإن ابتلاءه لي تحصيل حاصل بدون فائدة أنا أدري أنه هذا الإنسان هذا الموظف لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل فلماذا أكلفه بشيء لا يستطيع أن يفعله والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله يدري بأنه أنا لا أستطيع أن أفعل هذا الفعل هذا الامتحان لا أستطيع أن أنجح فيه بذلك لماذا يكلفني بشيء لا أستطيعه الشيء الثاني إذا كنت أستطيعه ولكن الله يعلم بأنني حتى مع استطاعتي لهذا الامر سوف لن أنجح فيه فلماذا يكلفني بشيء هو يعلم بأنني لن أنجح فيه فإذا تكليفه لي تكليف لغو أنا أدري أن هذا الإنسان إذا كلفته بهذا الامر فإنه لن يسمع كلامي ولن يفعل ذلك الفعل وكنت أعلم جزما أنه لا يستطيع فبالتالي لماذا أأمره هذا لغو وهذين الإشكالين جوابهما هكذا أولا الله سبحانه وتعالى كقاعدة عامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل إنسان عندما يأتيه الإبتلاء فإن الله يعلم بأنه يستطيع أن يلبي هذا الإبتلاء وأن ينجح فيه لا يمكن أصلا من غير التعقل أن أأتي بطفل عمره ثمان سنوات أو تسع سنوات وأجعله يمتحن امتحان الجامعة أقول تعالي يلا حضر لي رسالة الماجستير أو رسالة الدكتورة لأنه لا يمكن أن أعلم بأن هذا الطفل لا يستطيع أن يتحمل ذلك الامتحان فلماذا أنا أمتحنه وهذا اختبار وليس ابتلاء ترى هناك فرق ما بين الاختبار والابتلاء الاختبار أن أخرج منه الخبر والأخبار ولكن الابتلاء لا هو أن أعطيه بلاء فالابتلاء الشد من الاختبار الاختبار أنت فقط تخرج ما تعلمه أما الابتلاء لا الابتلاء ليس فقط أن تخرج ما تعلمه أن تصبر على ما تبتلى به قد تكون المصيبة مصيبة كبيرة جدا كما شرحنا في الليلة الماضية فإذن هناك قاعدة عامة هذه القاعدة أن الله لا يبتل الإنسان إلا بما يستطيع أما الإشكال الثاني فالقضية ليس فيها تحصيل حاصل أنا عندما يأتيني موظف أو يأتيني طالب يجيني طالب يقول لي ليش أنت تحولني من الصف الرابع إلى الصف الخامس ليش ما تأخذني من الصف الرابع وتحطني مباشرة في الثانوية العامة أقول له أنت ما تستطيع أن تهضم المنهج الموجود في الثانوية العامة ما تقدر تحضم يقول لا أستطيع أقول له طيب إذن هذا الامتحان امتحان الثانوية العامة حلية حل هذا الامتحان وأنا أحولك إلى الثانوية العامة أنا أعلم جزما أن طالب في الصف الرابع الابتدائي لا يستطيع أن يحل امتحان الجامعة ولكن أريد أن أريه نفسه حتى يكون عندي حجة عليه بكرة ما يقدر يعترض عليه يقول ليش ما أعطيتني وهكذا ولله الحجة البالغة يعني الله يوم القيامة يجيه إنسان يقول له إلهي لماذا أعطيتني هذا المنزل في الجنة لماذا لم تعطني ذلك المنزل يقول له لأنه لو كنت أعطيك ابتلاءا كذا وكذا الذي يؤهلك إلى ذلك المكان لما كنت تنجح فيه يقول إلهي لماذا لم تعطيني إذن لعله كنت أنجح لعله كنت أنجح فإذن الله لا تكون له الحجة البالغة الله يقول له أنا أعلم يقول نعم أنا أعلم بأنك تعلم ولكن لو كنت تعطيني فيجب على الله أن يعطي حتى يقول أنا أعطيتك وأنت فشلت هذا الشيء الأول الجواب الأول الجواب الثاني على نفس النقطة أن الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين الله يريد من الإنسان أن يستعين به إذا ما أعطاه الابتلاء فكيف يمكن للإنسان أن يستعين به إذا كل شيء يجينا شوف الآن نحن عندما نتنفس الأكسجين هل نحس بأن هناك فضلا لله علينا ما فيه عندما تشرق الشمس الصبح هل نحس بأن هذه الأشعة لها أو لله فضلا علينا قليل منا ينظر إلى ذلك الشيء هل القمر حركة القمر وحركة النجوم وحركة الأرض ودوران الأرض والغلاف الغازي والقشرة الأرضية هذه تستدعي منا أن أحمد الله سبحانه وتعالى أقول لله الحمد لله الذي جعل لنا القشرة الأرضية أكد دعاء بهذا الشكل لا لأن الناس غافلون عن هذه النعم ولكن النعم لماذا لأنه هذه النعم متوفرة للكل فليس فيها أصلا فكر بأن هناك استعانة من الله سبحانه وتعالى ولكن بمجرد أنه واحد يجي يقول لي شيل هذا السماعة أجي أشيل السماعة أقول يا الله ليش أقول يا الله هذه أثقل هذه أهم هذه القوة أهم أم الأكسجين أهم الأكسجين أهم ولكن أنا غفلت عن الأكسجين لأنه متاح للجميع بينما هذه القوة غير متاحة للجميع فالله يريدني أن أدخل في الامتحان والابتلاء لأن الله يريدني أن أستعين به وأنجح في الابتلاء وقد يعينني على أن أنجح في ذلك الابتلاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مباشرة أنت رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى واستعانتك بالله سبحانه وتعالى هذا هو الهدف من هذه الابتلاءات الموجودة ولذلك الله سبحانه وتعالى من أحبه ابتلاء طبعا هناك كثير من القضايا التي نستطيع أن نتكلم فيها في الابتلاء وهناك نقاط عدة موجودة في الابتلاء ولكن يجب أن ننتقل إلى بحث السيدة خديجة بنت خويلة صلى الله وسلامه عليها لأن هذه ليلتها السيدة خديجة الله سبحانه وتعالى ابتلاها بابتلاء لم يبتلي أحدا قط من خلقه بهذا الابتلاء تماما ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما نجحت خديجة صلوات الله وسلامه عليها رمز نجاح خديجة إلى نفسه وهذه من الأشياء القليلة جدا أن الله سبحانه وتعالى ينسب عمل العبد إلى نفسه قال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى من آوى الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الله رآك عائلا فقيرا فأغناك الله أغناك ولكن الغنى عن طريق من جاء للنبي صلى الله عليه وآله عن طريق خديجة صلى الله وسلامه عليها هي التي أغنت النبي صلى الله عليه وآله الله رمز هذا الغنى إلى نفسه كما رمز الإيواء إلى نفسه مع أنه أبو طالب هو الذي آوى النبي صلى الله عليه وآله لكن الله سبحانه وتعالى لأنه أعجب بهذا العمل رمزه إلى نفسه السيدة خديجة صلى الله وسلامه عليها روايات المسلمين قاطبة تقول بأنها كانت أغنى أغنياء مكة وبأن القوافل إذا قدمت إلى مكة يكون النصيب الأوفر لخديجة والباقي لكل تجار قريش وكانت قريش تتحايل تتحايل يعني تدور على طرق وسبل حتى تضارب بالأموال في تجارة خديجة لأنها صلى الله وسلامه عليها كان عندها عقل تجاري بحت تستطيع أن تعلم ما هي التجارة التي يمكن من خلالها أن تكسب فكان التجار يحاولون أن يضاربوا بالأموال مع خديجة صلى الله وسلامه عليها ومع كل هذا الرواية تقول فعندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام في شعب أبي طالب كان رسول الله وخديجة يتقاسمان الغطاء والفراش غطاء واحد ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله غير غطاء وفراش واحد يتقاسمانه خديجة والنبي صلى الله عليه وآله أين ذهبت أموال خديجة؟ أين ذهبت أموال خديجة؟ جبرئيل عندما نزل على رسول الله وأنزل كفن خديجة في الرواية المعروفة والمشهورة ماذا قال؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يقرأك السلام ويقول لك إن خديجة بذلت كل أموالها في سبيل الله فآل الله إلا أن يكون كفنها من الجنة كل أموالها في سبيل الله امرأة تتزوج حتى زوجها يغنيها هذه هي العادة صحيح وحدها إذا غنية تقول أريد أن تزوج واحد غني مشهور حتى شوية أخذ من عنده من أمواله وأكون غنية بأموال زوجي أما هنا الآية منقلبة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا عنه فقير لا مال له عندما أرادت أن تتزوجه عندما أرادت أن تتزوجه جاءتها نساء قريش فقلنا لها يا خديجة ما بلاكي أتتزوجين محمدا يتيم أبي طالب هو يتيم عبد الله ولكن عبد الله لأنه مات صلى الله عليه وسلم وكفله وكفله أبو طالب عليه الصلاة والسلام فكان يعرف بيتيم أبي طالب قالوا لها تتزوجين يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له ولكنها تزوجت هذه الأموال إذا ما دخلنا إلى كتاب جواهر التاريخ للشيخ الكوراني أدعو الأخوة أن يقرأوا هذه الأجزاء أتوقع يا خمسة أجزاء الجزء الأول عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الجزء الشيخ الكوراني يتكلم عن التاريخ الذي من خلاله يبين أين ذهبت هذه الأموال خب هذه ليست مئة أو مئتين أو ألف أو ألفين دينار هي أموال كثيرة وأطيان كثيرة وأبنية كثيرة وأراضي كثيرة ورؤوس من الماشية كثيرة كثير من التجارة التي كانت عند خديجة صلوات الله وسلامه عليها توقفت وهذه الأموال صرفت أين صرفت هذه الأموال صرفت هذه الأموال في الفقراء صرفت هذه الأموال في المساكين صرفت هذه الأموال لإمالة قلوب الناس على النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يغدروا بالنبي ويقتلوه صرفت هذه الأموال في المدينة المنورة عندما بعث مصعب ابن عمير رسولا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لإمالة قلوب الناس صرفت هذه الأموال لشراء العبيد ولعتقهم صرفت هذه الأموال لكي يرسل النبي صلى الله عليه وآله المسلمين إلى الحبشة كيف الناس كانوا يعيشون في الحبشة كيف استطاعوا أن يذهبوا من أين لهم تلك الأموال كل ذلك من مال خديجة ولذلك قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة صلى الله عليه وسلم الجانب الاقتصادي الذي نمى عليه الإسلام كان من خديجة صلى الله عليه وسلم وعليها ولذلك هذه الرواية أنا لما أرى نظيرا لها لا لنبي ولا لإمام ولا لمعصوم هذه الرواية فقط لخديجة صلى الله عليه وسلم وعليها يا خديجة إن الله ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا كل يوم أكثر من مرة الله يفتخر بك يتفاخر بك أمام ملائكته الكرام شوف إلى أي درجة الإنسان يصل إلى أي درجة يصل هذا الإنسان بحيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفاخر بهذا الإنسان خديجة صلى الله وسلم وعليها التي آوت رسول الله والتي من خلالها رسول الله حصل على أروع وأبدع وأجل وأعظم وأفضل وأحسن الهدايا من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال للنبي ولسوف يعطيك ربك فترضى وفي سورة الكوثر قال له إن أعطيناك الكوثر يعني هذه الهدية يا رسول الله التي إذا أعطيناك إياها إنك حتما سوف ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى تكلمنا عن الفاء الفاء فورية يعني مباشرة بمجرد الإعطاء سوف ترضى يا رسول الله وأعطاه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من تلك المرأة التي كان عندها القدرة والعظم والجلال في أن تكون فاطمة في أحشائها هي خديجة صلوات الله وسلامه عليها ولذلك رسول الله قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وهذه المرأة كيف ماتت كيف ودعت النبي صلى الله عليه وآله امرأة من أغنى الأغنياء في مكة وإذا بها تموت من الجوع هل هذه المعلومة تطرح؟ هل هذه المعلومة معروفة للناس أن خديجة صلوات الله وسلامه عليها ماتت من الجوع في شعب أبي طالب؟ الرواية تقول كان رسول الله وخديجة بنت خويلد وأبو طالب وعلي بن أبي طالب هؤلاء الأربع كانوا يأكلون من ورق الشجر حتى يسد الجوع ما كان عندهم أكل طعام ما موجود لأن قريش منعت أن تصل الأطعمة إلى شعب أبي طالب فلم تستطع خديجة على التحمل ولم يستطع أبو طالب على التحمل أبو طالب لأنه كبير في العمر وخديجة صلوات الله وسلامه عليها أنهكها أنها كانت أما عدة سنوات موجودة في الشعب يقال أنهم كانوا في الشعب أكثر من ثلاث سنوات ثلاث سنوات هذه المرأة كان عندها طفلة عمرها سنتين سنتين وبقيت في الشعب ثلاث سنوات وهذه المرأة لم تستطع أن تتحمل هذه الأجواء فمرضت صلوات الله وسلامه عليها ضعف حالها وهذه المرأة عندما رأت نفسها أنها مقبلة على الموت الرواية تقول دعت إلى نفسها رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت تداويها هي ثويبة أو قيل بركة بركة التي هي أم أيمن عليها السلام أم أيمن كانت هي التي تداوي وتمرض خديجة صلوات الله وسلامه عليها عدة أيام وعدة أشهر خديجة صلوات الله وسلامه عليها كانت على فراش الموت وإذا بأم أيمن تأتي إليها قالت لها يا أم أيمن أو تدعو لي رسول الله جاءت أم أيمن قالت يا رسول الله إني قد قالت لي خديجة أن أدعوك فهل تذهب إليها فذهب إليها رسول الله عندما رآها إن كسر قلب رسول الله وجرت دموع رسول الله على هذه الزوجة جلس بجانبها قالها قولي ماذا تريدين قالت له يا رسول الله عندي حوائج ثلاث ثلاث حوائج قال قولي لأنعمنك عينا قالت له يا رسول الله أول حاجة أني أريدك أن تسامحني أريدك أن تغفر لي قال لها ولم يا خديجة قالت لعلي آذيتك لعلي آذيتك لعلي لم أسمع لك كلمة لعلي عصيتك يا رسول الله قال لها أنت أبر وأجل من أن أعاتبك أنت أبر وأجل فلقد حاميتي ودافعتي وأسلمتي وآمنتي ونصرت وإني أراكي أمامي في الجنان يا خديجة وإن جبرئيل نزل علي الساعة وهو يقول سلم على خديجة فإن الله سبحانه وتعالى يسلم عليها ويقول لها إن الله قد جعل قد بنى لخديجة بيتاً في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فارتاحت صلوات الله وسلامه عليها قال لها هاتي الثانية قالت وأما الثانية يا رسول الله إني لأخاف من ضغطة القابر وإني أريدك أن تعطيني بردتك وأن تكفنني في بردتك فخلع النبي بردته وقال قال يا خديجة هي لك أكفنك فيها وإذا بجبرئيل نزل من السماء قال يا رسول الله إن الله يقرأك السلام ويقول لك إن خديجة بذلت أموالها في سبيلي وإنك فنها لأو من الجنة فجعله رسول الله في أكفان خديجة فكفنت خديجة في ثوبين ثوب من بردة رسول الله صلى الله عليه وآله وثوب من الجنة ونزلنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قبرها واضطجع فيه لألا يضغط عليها القابر ضغطته نعم ثم قال لها والثالث يا خديجة قالت يا رسول الله هذه أمانتي عندك هذه وديعتي عندك قربت منها نعم ابنتها ذات السنوات الخمس فاطمة الزغراء يا رسول الله هذه هي الأمانة هذه هي الوديعة يا رسول الله لا تصح بوجهها فإنها تغدو بعد يتيمة فأخذها رسول الله وضمها إلى صدره ثم قال لأنعمنك عينا يا خديجة ثم بكى ساعة عندما خرج دخلت أم أيمن فرأت بأن خديجة تبكي سألتها قالت لها من الذي يبكيك يا خديجة أو بعدما قال لك رسول الله أو بعدما نزل عليك الكفا تبكين قالت والله لا أبكي إلا لهذه الطفلة اليتيمة التي يتركها يا أم أيمن إن المرأة إذا تزوجت تحتاج إلى أم في تلك الليلة تكون بجانبها وأنا راحلة إلى ربي فمن يكون أما لفاطمة فقالت أم أيمن أنا أكون بجانبها يا خديجة فمدت خديجة يديها إلى قرطيها وأخرجتما من أذنيها وأعطتهما إلى أم أيمن وقالت يا أم أيمن إذا حضرت الزهراء الزواء الزفاف ليلة الزفاف فاعطيها هذين القرطين واجعلهما في أذنيها وقولي لا إن هذه هدية أمها لا وبالفعل ليلة زفافها جاءت أم أيمن نظرت إلى الزهراء وكلت الزهراء حزينة تتذكر أمها قالت لها سيدتي هذين خرطين من أمك خديجة وضعتهما في أذني الزهراء سيدي يا أبا صالح سيدي يا صاحب الزمان أيها المؤمنون هل وصل هل بقي هذين القرطين في أذن الزهراء أم أنه من تثرى بين الباب والجدايا ثم أنه ثقل حال خديجة صلوات الله وسلامه عليها فحضر رسول الله غمض عينيها أسبل يديها ثم فاضت روح خديجة رحم الله من نادى وسيدتاه وخديجتاه قام رسول الله صلى الله عليه وعاله فغسلها وكفنها في بردته ثم أدار عليها كفن جبرئين ثم نزل في قبرها واضطجع فيه ثم أنزلها بيدي المباركتين إلى القبر أهال التراب عليها وجلس رسول الله على قبرها يبكي مكاني شديدة ويتذكر أيامها معايا أقول يا رسول الله حليلتك زوجتك عانت معاك لكن عندما أنزلتها إلى ملعوتة قبرها هل رأيت خدها محمر هل رأيت حينها محمرة هل رأيت ولعا وكسرة وحر قلبي لأمير المؤمنين عندما أراد أن ينزل الزارة عندما أراد أن ينزل الزارة قال لمن معاه قال لمن معاه إن ظلع مكسور فمالا عليها لا تنزلونها لا تنزلونها كذا خلوا بالكم خلوا بالكم أكون ظلع مكسور في الظلوع أنزلها في ملعوتة قبرها آل عليها التراب ثم قال لأهله وقال لأصحابه خذوا الحسن والحسين واذهبوا بهما إلى البيت قالوا وأنت يا أمير المؤمنين قال أما أنا فلي مع الزارة وطراء أنا لازلت لمع بكي على فاطمة جلس على شفير القبر ينادي أمالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرود جوابي يا حبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلتا الأحباب بنت من الأم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك يا الله يا الله يا الله إلهي شمرضانا ارحم موتانا طالب حاجة في جمعنا هذا إلا اللهم قضيت حاجة يسرت أمره بلغته قراده إلى جميع موت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة اشتركوا في القناة